معنى السلفية المفهوم الصحيح للإسلام بمعنى المنهج الذي كان عليه السلف وقال السحور والسحور فالسحور الأكل الذي يتسحر في الإنسان والسحور بالضمع الفعل يعني تسخر الإنسان والسحور حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأيده بفعله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسحروا فإن في السحور بركة فأمر وبيّن أمر بأن تسحر وبيّن أن في السحور بركة فمن بركة السحور امتثال عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامتثال عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله خيراً كله أجر فينزل الله البركة في السحور يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ومن بركته ومن بركته أنه يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور يعني السحور لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل لا يأكلون في السحور أما المسلمون ولله الحمد بيأكلون في السحر في آخر الليل وهذه والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مبلوغ للشرع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التشبه به قال خالف المجوس وفروا اللحة وحفوا الشوارع يعني أرفوا اللحة لا تقصوها ولا تحققوها وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بالقوم فهو منه